ما هي خط الجنغيز من جديد للحفرة ومن خطف أرك هل آزار وكاراج يتزوجان سنجيب على جميع هذه الأسئلة الآن ولكن قبل البدء يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد كما رأينا في مشهد الأخير من الحلقة بأن السيدة سلطانة ذهبت إلى بيت آزار ورأت كاراج وتحدثت معه بأنه لن تسامح لهما تح علىها والسبب بأن آزار هو عدو للحفرة أي دم كمال لن ينسوه كاراج وآزار أصبحان زوجين أتوقع نهاية آزار اقتربت عندما يسمع بأي أباه وجمالي ياماش خسر كل ما لديه ولم يبقى لديه قوة هناك أحداث ما زالت غامضة وغير واضحة وسنراها قريبا في الحلقات القادمة ومن ناحية أخرى جينجيز أردنات نظم خطة وجعل الدولة تعمل على مرسوم بهدم الحفرة وتحويلها إلى حديقة كبيرة الحفرة سترد على الجميع ولن توقف على هذا القرار مهما حصل نديم الذي كان يعمل في قوة الحفرة هو من نظم لخطف أرك الآن أرك لأن أرك علم بمكان بمكانهم عندما نديم سرق المخدرات أرك وضع لهما جهاز مراقبة لهذا السبب تم خطفهم خطفه نديم سيعمل على مهور جمع الأدلة الذي قد توصر جينجيز أردنات لهم إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو انتظرنا في فيديوهات قادمة وجديدة ولا ندعكم في أمان الله ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر